مساء الخير أنا اسمي أيمن ودي مونة خطبتي واحنا كنا جايين نهاردة يعني نشوف الشقق اللي عندكم في الكمباوند ولو عجبتنا حاجة دلوقتي هنمضي العقد على طول مش كده يا مونمون شرفتنا أكيد يا فندم ألم بيه هنتطر بس ناخد شوية بيانات حضرتك أكيد سمعت عن صمعة الكمباوند بتاعنا وسياسة الشركة أننا لازم نتطمن على البيجراوند تاعت كل عميل طب ما يعني ما أنا ممكن أقول أي كلامي أنا ممكن أشتغلكم دا كان زماني يا فندم دلوقتي إحنا بنستعين جهاز كشف الكدب أو نقدر نسميه جهاز تدقيق يعني حضرتك إذا قلت ما معلومة غلط الجهاز هدي إنزار على طول حتى أشوف أنا أحلى من عمر يوسف إنت أحلى من عمر يوسف شبت? هاي لا، طب تقول لي بقى يا سيزايمن حضرتك تقدر تدفع القصة المؤلن عنه؟ طبعا أقدر هاي طبعا بصع أنا هحاول لكن انا اصلا مرتبي كويس بص هو انا مرتبي مش كويس قوي بس انا اقدر بص حضرتك هو يعني العموما هي بتاعت ربنا يعني احنا هنعمل اللي علينا هاشتغل بعض الظهر واخش جمعيات هتصرف يعني لا يا أستاذ آيمن لا دي اجابات مش واضحة احنا عندنا زي ما النظام واضح لازم اجابات العملة تكون واضحة احنا بنقول تسليمي الوحدة خلال سنتين يبقى تسليمي الوحدة خلال سنتين بقى تلات سنين لو خصل مشاكل اربع سنين ويعني مسعاد بص انت لسا كلمين شوية انقدم المشيئة وانت راجل مؤمن кажني انت فاهم الفكل ايوه ايوه اوه قلتلي بقى بتاقت كم؟ اناى تلات تلاف جنيه آآ subscribers نعم انت اقللي تلات تلاف بس انت بتصدب علي او ايه تلات تلاف جنيه بيبط، طب siempreálش بس فوسيب ممكن القعps اقول لي بقى يا أيمان اامك لو سمحت لك، أنا ما اسمحت لكيش ما تجيبيش سنة ماما على لسانك أنا ماما أشرف من الشرف بعدين دي مامتي فعلاً إيه ده طريقة مامتي فعلاً الحمد لله علشان كده ما اسمحلكيش تجيبي سنتها ولا تقول عليها نص كلمة أمك يا أيمن بتحبيني ولا لأ بما أننا كده إيه دخليني على جواز يا بنتي ماما أصلاً بتعشائك اللعبوس طبعاً بتعشائك دي كلمة كبيرة أنا أسأت اختيار اللفظ لأن أصلاً عيشق ببقى ما بين واحد وواحدة وفي لأ ماما بتحبك بتكراهك ماما ما بتطعش تشوفك يا مونة ماما لما بتسلم عليك بتخش تغسل إيديها بس الحموات كلهم كده يعني إنتي مثلاً أتي مامتك أنا أنا لما بشوفها بحس إن أنا عايز أخدها معايا كده أفسحها بس مش في العربية بقى بحس إن أنا عايز أربطها بحبل ورا أجرها عشان تبقى قريبة مني في إيه مالك فيه إيه بهزر ما همامتك ما تطعش يا مونة ما بتطعش يا مونة بصي سيبك من أهلنا خالص بلا ماما بلا ماما المهم أنا أنا بحبك إنتي قد إيه آه والله صح أنا مصدق ممكن حيارتك نرجع لموضوعنا معلش بالنسبة للتشطيب بس هل هيبقى سوبر لوكس؟ يا فندم إحنا سمعتنا زي الدهب آه آه عموما بص حضرتك أنا أنا من ساعة ما جيت رتحت لكم وحبيتك يعني آه بص يا بي أنا مش طيقك من ساعة ما شفتك والمكان خنيء وخلي اليوم ده يعدي على خير آه ممكن تورني بقى المساحات اللي عندك طب معلش ممكن بقى تسيبك مش شقة دلوقتي عشان أنا عايزك ترد عليها في حاجة واحدة مين بقى مروة دي اللي عامل اللايك على كل صورك على الفيسبوك؟ آه دي معرفة آه دي واحدة شفتها مرة آه آه مرتين آه مونة بصي انت بتنكشف حاجات مالهاش اي داعي احنا فيه ولا فيه حبيبتي احنا فرحنا اقرب بقامت بصي انت لازم تعرفي ان انت اغلى حد عندي في الدنيا بعد بابا وماما بعد بابا وماما والمجتمع والناس وبعد عربيتي طبعا بتحب عربيتك أكتر ما بتحبني؟ انا ورسها عن بابا وبعدين دي دفع رباعي انت عمرك ما تعرفي تدفعيني زيها ثانية واحدة انا المراضي حاسس ان انا مصدق اه اممكن حالاتك تسكت خالص؟ انا ممكن اسكت ممكن تسكت انتوا الاتنين بجد اخرزوا انتوا كلكم كذبين وكلكم بحوانا كده يا عيمن تحبي علي كل ده؟ علاقتنا كلها كلها ما بنيعكزني؟ مش حعرفة مين اللي بيتكلمني دلوقتي قالو مروة هوي راشا اه براهيم اقفل دلوقتي اقفل دلوقتي اه انا بقول يا جماعة احنا احنا ننسى اللي حصل كله النهار ده ومش حتة مربع سود هاي زعلنا من بعضا اه معقولة احنا في النهاية ملناش غير بعض اشتركوا في القناة